اشتركوا في القناة الانجاز التاريخي الذي حققه نادي الملكية كان هو حصاد جهود كبيرة بذلتها إدارة النادي والجهازان الإداري والفني واللعبون والذين قدموا موسما رياضيا متكاملا من كافة النواحي بعد أن أظهروا روحا عالية ومستوى متميز رغم التنافس الكبير بين أكثر من نادي على لقب الدور حتى الجولة الأخيرة متمانيا لنادي الملكية كافة التوفيق والنجاح في مشاركاته المستقبلية وأعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة عن بالغ فقره واعتزازه بوجود المدرب الوطني أحمد صالح الدخيل على رأس القيادة الفنية لنادي الملكية الأمر الذي يعكس الكافة العالية التي يتمتع بها المدرب البحريني الذي أظهر قدرات وإمكانيات كبيرة من خلال قيادة فرقه لتحقيق الإنجازات المحلية والخارجية ترجمة نانسي قنقر